اشتركوا في القناة هنكمل النهاردة ورقة موضوع جديد ميزان المدفوعات هتلاقوا على الشاشة العناصر انا هتكلم عليها انت اسمع اللي انا هقوله ميزان المدفوعات ايه هو تعريف ميزان المدفوعات فعندك التعريف كلنا عارفين انه بيان هو بيان يسجل الحقوق الدولية التي للدولة والديون الدولية التي عليها خلال مدة زمنية ولتكون سنة في العادة بتكون سنة يبقى اول حاجة في التعريف هنتكلم على تعريف ميزان المدفوعات الحقوق والديون الدولية تنشأ عن مبادلات دولية كلنا عارفين انه اذا كانت الحقوق اكثر من الديون كان الصافي او الفرق ايجابي واذا كانت الديون ازيد من الحقوق كان الصافي او الفرق سلبيا عند ايهز يعرف ميزان المدفوعات بانه صافي الحقوق والديون الدولية التي للدولة يبين ايضا ميزان المدفوعات في الكل ده تبع عنوان التعريف يبين ميزان المدفوعات تلك المبادلات التي انشأت الحقوق والديون فهو يبين ما حصلت عليه الدولة وما انفقته نتيجة للسياحة او نتيجة للاستثمارات الدولية او للتصدير او الاستيراد بينما كل ما يبينه او يعنيه هو بيان المناسبة الاقتصادية وهي المبادلة الدولية التي جعلت للدولة حقا او عليها دينا الحاجة التالتة ان الديون الحقوق والديون الدولية ليست سوى حقوق وديون ناشئة فيما بين افراد في دول مختلفة افراد في دول مختلفة يجب ان نتذكر ان العلاقات الاقتصادية الدولية هي علاقات تبادل بين الافراد لبين الحكومات ويعتبر ميزان المدفوعات مصريا في كل من يقيم في مصر بغض النظر عن جنسيته فميزان المدفوعات يعد اذا اساس يعد على اساس اقامة الافراد كما هو يبين حقوق وديون المقيمين قبل غير المقيمين سواء كانوا افراد او مشروعات او هيئات او حكومات ايضا ميزان المدفوعات يبين المدفوعات التي تمت خلال سنة مضت خلال سنة مضت يبقى يهتم بالعمليات التي عقدت ودفعت فعلا وميزان المدفوعات لا يهتم الا بتلك العمليات التي عقدت ودفعت خلال سنة تعالى الجزء الاولاني في الورقة اللي هي عناصر ميزان المدفوعات انتوا خدتوا خلاص ده يعني خدتوا انت في سنة ثالثة فمش هنكرر ونعيد احنا هنيجي العنصر التاني العنصر التاني العلاقة اللي بين سعر الصرف وميزان المدفوعات العلاقة بين سعر الصرف وميزان المدفوعات هنتكلم الاول على عرض الصرف عرض الصرف الاجنبي موجود في الجانب الدائن او جانب المتحصلات في ميزان المدفوعات بينما الطلب بينما الطلب على العملة الاجنبية يمثل في المقابل عرض المواطنين للعملة الوطنية الذي يستمد مصدره من مختلف المعاملات ويظهر في الجانب المدين اما التوازن في سوق الصرف الحرة انما يرتبط بتوازن جانبي العرض والطلب في ميزان المدفوعات ويعرف بالتوازن السوقي حيث تعمل تغيرات سعر الصرف على تصحيح الاختلال في ميزان المدفوعات بسوق تلقائية دون الحاجة للاحتفاظ بارصد دولية ده العلاقة اللي بين سعر الصرف وميزان المدفوعات وحتلاقي العلاقة دي كمان مصورة في جدول ازاي بيوضح النحيتين اللي عايزين نوضحه قوي انه لم يعد الانخفاض في القيمة الخارجية للعملة الوطنية قادرا على تصحيحه الى جانب زايد ذلك ايضا تزايدت حدة المضربة على العملات التي تتدهور قيمتها مع عدم تدخل السلطات النقدية من اجل مساندتها وهكذا تسبب تطبيق نظام الصرف نظام اسعار الصرف المرنة خلال تلك الفترة في عدم استقرار اسعار الصرف مما عرقل التجارة الخارجية هنتكلم على انواع انظمة اسعار الصرف صلح معلش اول نوع في عندك نظام اسعار الصرف السابتة مش السانية السابتة هنعرف كل نظام وعندك طبعا البيبر عندك تستزيز منها التسبيت خلال نظام اسعار الصرف السابت تعرض للتسبيت خلال فترة طويلة من الزمن ظل في ظل نظام المدفوعات القائم على قاعدة الدهب الدولية ده قعد فترة طويلة فمنذ منتصف القرن التاسع عشر اتجهت الحكومات الى تحديد قيمة سابتة للوحدة من العملة الوطنية بالنسبة لوزن معين من الدهب مع قابليتها للتحويل ده في الاول بالاضافة الى حريات استيراد وتصدير الدهب من وإلى الدول التي اتبعت قاعدة الدهب وبذلك حفظت تلك الدول على اسعار الصرف سابتة لعملتها وفي ظل هذا نظام المدفوعات كان يعمل بكفاءة وبصورة تلقائية في تصحيح الاختلال في ميزان المدفوعات ثم تحول تطور الى نظام اسعار الصرف المارينة واعتمد هذا النظام على التغيرات في سعر الصرف الاستعادة التوازن الخارجي اما النوع التاني هتلاقي نظام التثبيت المدار نظام التثبيت المدار في وفق هذا النظام يتم تثبيت اسعار الصرف والزام السلطات النقدية بالتدخل في سوق الصرف للحفاظ عليها من خلال استخدام ما لديها من ارصيدة نقدية دولية لمواجهة الاختلال المؤقت في ميزان المدفوعات الا ان النظام لم يستبعد امكانية تغيير اسعار الصرف لعلاج الاختلال في الميزان وقد نصت الاتفاقية على التزام كل دولة عضو بتحديد قيمة سابتة لعملتها او سعر التعادل بالنسبة لوزن محدد من الدهب او وحدات من الدولار الامريكي حيث التزمت الولايات المتحدة بتحويل الدولار الى الى دهب على اساس سعر سابت للوقية ده النوع التاني النوع التالت نظام التعويم المدار نظام التعويم المدار يقوم هذا النظام على اعطاء قدر كبير من المرونة الاسعار الصرف وفي نفس الوقت بتتدخل البنوك المركزية في اسواق الصرف بيعا وشراء للعملات الاجنبية من اجل تلاقي التقلبات الحادة في القيم الخارجية لها وتحقيق صالح وطني على حساب البلاد الاخرى مثلا كأن تقوم البنوك المركزية بمسندة العملة الوطنية اذا ما اتجهت قيمتها الخارجية نحو الانخفاض من خلال شراءها في سوق الصرف مقابل الاحتياطيات من العملات الاجنبية على سبيل المثال النظام الرابع نظام الرقابة على الصرف الاجنبي عندما تلجأ الدول التي تعاني من عجز مستمر في ميزان المدفوعات الخارجي الى فرض رقابة مباشرة على الصرف الاجنبي خاصة اذا ادهورت ارصدتها الدولية وارتفعت مديونياتها الخارجية بصورة خطيرة ولم تنجح سياسة تخفيض القيمة الخارجية لعملاتها الوطنية في استعادة التوازن الخارجي يتمثل نظام الرقابة على الصرف في قيام السلطة النقدية ايضا بتحديد الكيفية التي يتم بها تخصيص ما يتوافر البلد من عملات اجنبية على اوجه المدفوعات المختلفة بما يحقق التوازن في ميزان المدفوعات ايضا الى جانب قيام السلطة النقدية باتباع الرقابة السعرية على الصرف او تطبيق نظام تعدد اسعار الصرف حيث تحدد هيكل الاسعار البيع والشراء للصرف الاجنبي لمختلف العملات وتعدد اسعار الصرف يحتاج الى تنظيم اداري معقد وغالبا ما يصحب هذا النظام ظهور سوء للصرف غير الرسمية اللي هي السوء السوداء ايضا تحاول بعد الدول تبسيط نظام تعدد اسعار الصرف من خلال الاكتفاء بالسعرين للصرف ويسمى هذا النظام ده يسمى النظام السنائي للصرف الـ dual rate system وهذا السعر الرسمي وهما السعر الرسمي وهو غالبا ما يكون منخفض حيث تغالي الدول في تحديد القيمة الخارجية لعملتها الوطنية بينما السعر التاني بتترك السلطات النقدية ليتحدد بصورة شبه حرة اي بمعنى تفاعل قوى العرض والطلب وقصدنا بشبه حرة هنا ان السلطات النقدية تتدخل في اغلب الاحيان بيعا وشراء للصرف الاجنبي لمنع التقلبات الشديدة والمفاجئة في سعره عموما على كل الاحوال تعدد اسعار بيع وشراء السلطة النقدية للصرف الاجنبي يمثل احد مصادر الايرادات عموما وذلك بالنسبة للعملات الاجنبية التي تحصل عليها السلطة النقدية باسعار صرف منخفضة وتقوم ببيعها باسعار صرف مرتفع وايضا احد مصادر النفقات ذلك بالنسبة للعملات الاجنبية التي تابعها بسعر صرف يقل عن سعر شراءها الورقة دي طبعا شرحة بالتفصيل الاربع انظمة لأسعار الصرف على قدر الوقت انا قلت النقطة الاساسية انما مع كل نقطة انت لازم تتكلم او تشرحها بتفصيل اكثر من هذا شوية وشكرا اشتركوا في القناة